لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس وايضا ادعمنا باللايك يا دي حمدتو يا حمدتو انتهت مين مين قوم يا بوي قوم يا بوي العصر قدن يا بوي الشمش مش بتطلع جارع الميت يا عاز يا باي زيبنا نعم يا باي نعم ما انت هتاخد طول عمرك نايم مش تقوم يا ولدي زي العيال لقى لك شغلانة لابا عملي يعني ساعدني في ظروف المعيشة المربربة دي ما فيش شغل يا باي اه ما فيش شغل ازاي ما فيش شغال ما لنت قلش بتاع العصير مش قللك تعال يا ولدي اشتغل معاي في العصير وهدي 25 جنيه انا اشتغل عندي بتاع العصير يا باي ليه ما تشغلش عندي بتاع عصير هو اللي بيشتغل عندي بتاع العصير يعني انت اخسن منه يعني هنشغلك مدير ان باي سيبنا نعم يا باي توساسا نايم الفجر يا باي سيبنا نعم يا باقي نعم في الفجر لغاية الدور بيعملوا خمستاشر خلاط وخمستاشر مكوة يا والد وانت نايم وبعمل له انا بتعصين يا بارك وتسهرلي عن نت لغاية الفجر قوم قوم الشمش مش تضلع جرع علمية سيبنا نام يا بارك ها سيبنا نام يا بارك تنام ازاي اللي تنام عليك حيطة وعلى أمك وعلى يابوك وعلى خلايفك كلها وعلى قرائبة قوم يا بارك يا تقوم قوم قوم نامchatSchags مش عارد ك يا صيبنا نام يا بارك فيش معايش دا علىك يا بارك يا بواي قوم القلهك دا هوا الشغل مش عار يا ولدي اما عامل Aprان مافيش معايش يا بار يولدي الصغل مش عار ربا لوحد بيكون مدير بنك وبعد ما يخلص يطلع م止مaya مش عار الشغل اطلع القليك المعيش قوم اللا ما تقول يا صفاية واحنا بمن نهات على اول الصبح يا بارك دا اول الصبح باقولك العصر ق rereدان يا با عملية يا باي دمتوي ساحة معرفش العاصر من الظهر يا بايا طب قوم توقع الله يقول لك سالح معيني يلا توقع الله قوم 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 توقع الله سجن يا بايا نام شوية يا بايا جنام نام في الفجرة قم الله يقلع كنت يلا توقع الله قوم قوم قلت لك المعيشة بي قلت لك المعيشة ياخذ حوال علينا وعلى أبونا طب هنتقدم ازاي يا أولاد إحنا ونصف الشعب نايم ها الناس يا ابو ايما العائل بتستعار من الشغل العائل عايزة تشتغل طيارين لا يخرب بيوتكم لا يخرب بيوتكم على الصبح يا خلايفك يا ضوي يا خلايفك مطينا بطين الناس بتركب عجل وناس تزقس تبن وناس فطرها عسل وناس فطرها تبن حسبي الله ونعمل وكيل ابوهي اللان عدوي ايه الاخبار ايه اخبارك كويس ايه اخبارك كويس الحمد والله ايه اخبارك تمام والله تمام تمام الحمد والله والله وبعدين في المشاكل دي مشاكل اه دلوقتي مرتش حتة مش مرتك تبعد منيه كل يوم والتاني يا العيش معرفش اي فيه واحد دلوقتي اهل عيش العيش ده محروق العيش ده محروق يا بوي العيش زي الفل بما لها تقول لها حركة العيش وعمل لها مشكلة معها نهار دي هي بتقول لها ده محروق اه بتتلكك لها هل ينفع الكلام دي بتتلكك لها بت الناس بتغير منها طيب ليه ليه كل ما بت الناس حط لها حتة ريحة ولا حتة كحلة في عينها تجو معيطا طيب وانت في الموضوع ديتي روحت فين انت ليه راجل ناي ازاي ناي؟ يعني اخش الفرن واستوي ليه راجل ناي انت؟ انا ناي ايوه ناي ايه ناي يعني؟ ناي 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 معرفش ناي ايه ناي يعني انت لو لو ما راجل ناي لو راجل ليك حس في البيت وبتكلم معاهم ما عملوش مرتك ما تعملش الكلام ديتي انا اش بحب الجرس والفضايح يعني دلوقت انت مش عارف كلمة ناي دل بحقول لك كلمة تاني انت راجلي مدلدل انا مدلدل يا مصطفى ايوه مدلدل انا مدلدل ايوه مدلدل انا مش عايز يجرس وفضايح يا ولدي ما ينفعش الكلام دي المفروض تبقى حاكم في البيت انت المفروض تبقى حاكم في البيت مش كل يوم والتاني صراخوا وزعيق والناس كلها سمعاني وهو المبارح برضو قامت العيطة على الفايش طب هل ينفع الكلام ديه والبيت المطلعة بيقمرتش حطه مطلعة الفايش زي الورد يعني يعني كأنه جاي من الفرن باب انت فينك انت فينك انت فينك انا عايز اعرف انت فينك موت انت مال هي على كده بتقول لها العيش ده العيش ده محروق العيش ده قال محروق فين يا بوي محروق مها زي الورد راجل عيب يا راجل تسبي الله نعمل فقيد فيها بالت المنتول يا راجل عيب عيب والناس بره بتقول عليك انت راجل عمدة وبجليبك الصوف لكن الناس ما عرفاش ايه اللي جواك الناس بتاخد بالمناظر خلي بالك بتاخد بالجلاليب وبتاخد بديه ما نخايف يا مصطفى ما نخايف يا ولدي اضربها من مشحته دي معها خمس اخوان يا مصطفى الواحد بيكله سبع رغفة زي دي في الفطار هيحلقوا علي العيال بب ما هيبتك تكسرت هيبتها غارت فطيس دربتها ايه دربتها دربت مرتش حتها ايه دربتها ايه دربتها اما انها مسكينة مرتش حتها ما لهاش ناس يعني حرام عليكم انتو بتعملوا فيها دي حرام 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 طب وي انا هعمل خالات ايه هتعمل طب انا كل يوم مشكلة ماها مشكلة دقت برضو على الفاش وهو الواد نايم هو الواد يا راجل ما دلعت الواد كل يوم تجيب له علبة سجائر وتدي مصاريف دلعت الواد وتاني حاجة برضو عايز اقول الك عليها لازم الراجل يبقى راجل انا مشفش فيك ريحة حتى المرجلة يا شيخ ريحت المرجلة انا مشينفهاش فيك لا ان ولدك يا راجل يخش يا ادان الفجر للبيت ليه يخش يا ادان الفجر Brittan بخش الشدن الفجر بيخش الصبح بيكون فين انا عايز اعرف بيكون فين ولدك بيكون فين يخش الفجر ريحة المرجلة بتاعتك انت فين انت مفيش ما فيككش مرجلة خالص اسأل ود فينه اسأل ود فينه وقعد كلام دا دولوني جدام حد بينما بين بعضنا مفيش مشاكل يا مصطفى ولدي عشان الناس عاملان انا عمضة برا تمام اسأل شوف ولدك ديتي ولدك دي بيروح فين قاعد مع مين انت تعرف ان ابنت بشرب مخدرات عارف دي انت ولدنا ايه؟ 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 وفيه حاجة تانا مش عايز اقولك عليه ولدك بيسرك كمان؟ ايوه هو مشاكلش نايم بيجين فلوس المخدرات دي من فين؟ من فين؟ بتدي انت مصريف المخدرات؟ انا عايز اعرف بتدي انت مصريف المخدرات؟ رد علي متبكاش راجل عنق رد علي رد علي يا خف كلامك لزي الدبش دي؟ رد علي بل عنق بل ما عنقش انا بوجه لك سؤال رد علي ابنك انت تدي فلوس مخدرات امه بتدي يا مصطفى ولدي امه بتدي لم خلي يا بيضة ولا حت الجبنة حتى اللبن الجموسة بتبيعه وتدي للود سيبك مقصة دي يا بص سيبك مقصة دي انت عايز عايز ايه تنفذ من هذا الموضوع سيبك مقصة دي ابنك عشان تعمل حسابك ابنك بيسرق 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 وبيسرق منه وبيشتري بمخدرات بالفلوس اللي هي بيسرق منه يا ابو انا هطلقها واسب لها وليدها واطلقها والقالي بيت حلال تاني عم مصطفى فانا جابولي الضغط وجابولي السكر الودة هلسه بصحي فيه العصر قدن وبصحي فيه مش عايز يسحب الودة دلوقتي مح اسب وود مين مش ولدك انت لو جاب جريم حاجي فوق راس مين فوق راس انا والكلام بياجي عند اصحاب وبيض قطع يعني الناس كلها ممكن عارفة الودة على كده بيلوب في الشوارع وبياجوا عندنا يقولوا لي الودة كويس مع الناس بتنافق برضه يا عم الودة شلشتي ولدك شلشتي خلاص يا ابو ولدك بلته خلاص ادي ضلق واتحابس انا اخدلي 25 سنة اوايا يا اوóst الله احّرق قلبها وقلب امها بتلم حرك دي ديه محرك طب احنا منك ما مرتش حت نارد لينا نمت ناكم العايش كء لا يزيكي وكفيكي بأعمالك يا شيخة يجيكي كذا جلطة مفاجعة